تحت شعار النفط مهما كان الثمن رسم الاحتلال المغربي لاتفاقية ثنائية بشراكة قطرية تمكن الأطراف الثلاثة الموقع على العقد إلى جانب إين الإيطالية من مباشرة أشغال التنقيب عن المحروقات قبالة سواحل منطقة طرفاية المحتلة الحوض الواقع بشمال الصحراء الغربية يمتد على مساحة إجمالية تقارب 24 ألف كم مربع ويتيح العقد المبرم في 2019 الأطراف الثلاثة بإجراء دراسات جولوجية وجيوفيزيائية لتقييم الاحتياطات النفطية والغازية الكامنة في المنطقة المصنفة من طرف الأمم المتحدة كمساحة متنازع عليها وغير قابلة للتصرف فيها من أي طرف غير أن الاحتلال المغربي أراد أسلوب التعنت ومناهضة الشرعية الدولية ضمن حملته المتواصلة في نهب الطروات الباطنية ومقدرات الصحراويين شهر عن إلغاء اتفاقية الشراكة للصيد البحري والفلاحة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة خرق الرباط للأعراف الدولية في تنفيذ عقد التنقيب عن النفط على الشريط الساحل الصحراوي لا تتوقف هنا بل أججت من الخلافات المغربية الإسبانية كون المنطقة المعنية بأعمال الاستكشاف تقع قبالة جزر تتمتع بالسيادة المباشرة لمدريد ما يعمق من فجوة التباين في مواقف البلدين التي لا تزال تعيش على ارتدادات لجوء الرباط لاستغلال ورقة المهاجرين في ابتزاز جارتها الشمالية في مسعى لتنليين موقف مدريد بشأن الملف الصحراوي ترجمة نانسي قنقر